نحن نتحدث أكثر عن هذه الزيارة وعن الملفات الدسمة التي سيتم مناقشتها خلالها من الرياض مع الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي الخشيبان الخشيبان دكتور علي مساء الخير إذن تحت عنوان السعودية واحتضانة للتغيير اليوم والولايات المتحدة الأمريكية وقدرتها على المساعدة ما أهمية هذه الزيارة وما ستخرج به على الأرض دكتور علي أسمعك أنا الحقيقة أن الجزء الأخير من السؤال لم أسمعه بشكل واضح الكل يتوقع بأن هذه الزيارة ستخرج بقرارات واتفاقات وتعاون سيلقي بظلاله بطبيعة الحال على التعامل مع كافة الملفات الشائكة على الأرض يعني لن يكون مثل بعض الاجتماعات بأنه اجتماع وبيانات فقط أنا أعتقد أنه يعني مثل ما تفضلتي يعني هذا الاجتماع أو هذا اللقاء الحقيقة هو يتم في إطار يعني وظارف مختلف تماما هذه الزيارة الأولى لسمو الأمير محمد بن سلمان بعد أن تم تنصيبه وليا للعهد وزيارته للولايات المتحدة التي ستستمر أسبوعين هي زيارة من نوع مختلف تماما لأنها تحمل قرارات يعني سوف يتم الاتفاق عليها وأيضا هي من جانب آخر تؤكد بل ستحقق اتفاقات بين الولايات المتحدة والأمريكية وبين السعودية لنبدأ تقنيد ما يتوقع من هذه الزيارة دكتور علي وعذرني عن المقاطعة لنبدأ بالداخل السعودي ولي العهد يركز من ضمن اللقاءات سيلتقي بشركات والعاملين بشركات العاملة بالسياحة والترفيه والسينما انطلاقا من استراتيجية طبعا هذا يندرج تحت استراتيجية المملكة 2030 إلى أي درجة ستكون مهمة وتلقي بظلالها على الداخل السعودي؟ لابد أن نعرف أن رؤية 2030 هي في حقيقتها بنيت على جلب الاستثمار الخارجي وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أفضل مكان تتجه إلي المملكة العربية السعودية لجلب مستثمرين والتعاون معهم بحكم أن هناك علاقات سياسية مستقرة بين البلدين وهذا سيوفر بالتأكيد بيئة آمنة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين أتوقع أن هناك سيعلن عن مشاريع جبارة جدا ومشاريع استثمارية سيطلقها سمو الأمير محمد من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف دعوة الشركات الأجنبية وقد تكون هناك بعض المشاريع الجاهزة التي سيتم إطلاقها والحقيقة أن كل هذا يدور في إطار منتجات ومخرجات رؤية المملكة 2030 لذلك أعتقد أن البعد السياسي في هذه الزيارة يوازي البعد الاقتصادي وأعتقد أن النتائج السياسية التي سوف يحصل عليها الأمير محمد في رقاهاته مع الرئيس ترامب ومع المسؤولين الأمريكيين سيوازيها أيضا نجاحات وإتباقات اقتصادية ما الذي سيثم الخروز به فيما يتعلق بالشق السياسي تحدثت عنه حضرتك بملفات عديدة على رأسها الملف الإيراني اليوم التدخلات الإيرانية في المنطقة دائما الاجتماعات تتحدث عن هذا الموضوع ولكن سيكون مختلفا تماما هذه المرة التعامل مع القضية خاصة بأنه تعودنا على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قرارات حاسمة على التزام وعلى تنفيذ مباشر أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية في هذا اللقاء ستضع الخطوط الرئيسة والعريضة لمحاصرة التدخلات الإيرانية ولوضع حد لطموحات الإيرانية في المنطقة أعتقد أن هناك ضربة سياسية وليست عسكرية ضربة سياسية قوية ستتلقاها إيران خلال بعد هذه الزيارة أعتقد أن أهم ما سيكون أن الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء لقاءاتها مع سمو ولي العهد ستحدد موقفها بشكل أكبر من الاتفاق النووي الإيراني وفق المعطيات التي ستطرح في هذا الاجتماع وخاصة أنه ثبت بالهدلة أن إيران تتدخل بالمملكة العربية السعودية من خلال دعمها للحوثيين ومن خلال إرسالها للصواريخ لضرب الداخل السعودي بالإضافة إلى إثاراتها للمشاكل وتدخلاتها في مناطق عديدة من العالم العربي يعني بموضوع إيران لن نتحدث عن ضربة عسكرية متوقعة نتحدث عن ضربة سياسية تتمثل بأن هذه الزيارة تحسم موضوع الاتفاق النووي يعني أن تلغي الولايات المتحدة الاتفاق قد تلغي الولايات المتحدة الاتفاق وقد تلجأ إلى إعادة صياغة هذا الاتفاق بما يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في المنطقة والمملكة العربية السعودية من أهم شركاء بموضوع اليمن والحوثيين أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حسمت أمرها في موضوع الحوثيين وأعتقد أن القرارات الأخيرة التي صدرت من الأمم التحدة البيانات الرئاسية بأن الأزمة اليمنية يجب أن تنتهي في إطار سياسي يضمن للشعب اليمني عودة الحكومة الشرعية ويعمل على إخراج التدخل الإيراني من الداخل اليمني ولذلك أعتقد أن الملف اليمني ملف مهم جدا في هذه الزيارة وقد نرى تحولات كبرى بعد هذه الزيارة في ما يجري على الأرض في الداخل اليمني لأن المملكة العربية السعودية حريصة جدا على أن لا يتعرض الشعب اليمني إلى مزيد من الأزمات وإلى مزيد من الإذافة لذلك هي حريصة على أن توقف هذا الحرب ولكن على إيران هناك من يجب عليه أن يوقف إيران كيف سيثن توقيف هذه المرة؟ أنا أعتقد أن الضغط الدولي سيتغير بشكل كبير بعد هذه الزيارة وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت موقفها الثابت والواضح من أن إيران يجب أن ترفع يدها عن اليمن وأن لا تتدخل ولا تدعم الحوثيين وأعتقد أن هناك مواشرات بدأت تظهر في التراجع الإيراني وأعتقد أن ما حصل خلال الأيام الماضية يبرهن على أن إيران بدأت تعيد حساباتها في دعم الحوثيين وهناك دليل أكبر أيضا أن توقف أيضا إطلاق صواريخ الباليستينية على المملكة العربية السعودية من فترة ليست بسيطة صحيح نطابع معكم دائما مع تفاصيل هذه الزيارة من الرياض الكاتب والمحلل السياسي دكتور علي لخشبان شكرا شكرا شكرا